مدخلتنا اليوم في صالون الصيدلة بعنابة دارت حول الاستعمالات التقليدية والعصرية للنباتات الطبية لأغراض علاجية أو وقائية حاولنا إبراز مخاطر الاستعمالات العشوائية لهذه المواد الطبيعية وما بإمكانها أن تقدم من أعراض جانبية كالحساسية مثال على ذلك استعمالات البابونج وإمكانية تفاعلها مع الأدوية الصيدلانية خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة كأمراض مرضى السكري وأمراض ضغط الدم أين يكمن دور الصيدلي وكذا كل المختصين في هذا المجال لتحسيس المواطن من جهة وكذلك تكثيف الجهود واستعمال طرق عصرية وحديثة كالذكاء الاصطناعي لتوفير مواد فعالة مستخلصة من النباتات مراقبة ودد جودة ومكملة للعلاجات الصيدلانية الأخرى لتوفير حماية صحية للمواطن الجزائري ولعصرنة مجال استعمالات النباتات الطبية هناك عدة ابتكارات يمكن تتبعها كتطوير زراعة النباتات الطبية وتوفير مصانع ومخابر مجهزة بوسائل عصرية وحديثة وبالطبع كل هذا في إطار قانوني وثقتنا كبيرة في السلطات الجزائرية المعنية وكل الأخصائيين لتوفير كل الوسائل العلمية لتحسين هذا المجال وشكرا